السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعنين ايه اهلا بكم في قناتي فكرة ززة النهاردة عندنا افكار هتعجبكم ان شاء الله تابعوني ومتنسوش الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد النهاردة الفكرة بتاعتنا هنغير دولاب المطبخ الخشب التقليدي خالص ده زي ما انتو شايفينه هنعمله بشكل جديد تاني من غير دهنات ولا اي تكلفة واي حاجات بسيطة خالص مش هتكلفنا كتير ان شاء الله يلا معي تابعوا الفكرة عشان نشوفوا عملنا ايه في الاخر انا اولا شلت الاوكر بتاعت الدولاب زي ما انتو شايفين كده طبعا جوزي كان بيساعدني فالاوكر دي كانت صعبة شوية يعني ففكناها عشان تتغسل وعشان نعرف نركب الاستيكر ما تضيقناش يعني وكده فده استيكر شكل رخامي كده زي ما انتو شايفين عند الراجل اللي بيبيع البويات او اللي بيبيع الادوات المنزلية المتر بتمانية جنيه انا جبت الرول كامل على بعض وكده الرول ده باتسعين جنيه اه حيعمل معاك كتير يعني هيكفي المطبخ ويفيد كمان فقصينا كده بالمقاس بقى على مقاسة ضرفة اه قصي بقى ايسي الاول اللي عندي مزورة كده استيبيها اه وبعد كده قصينا الاستيكر على نفس المقاسة ضرفة انشو ممكن تخلعي الضرف اه هي فيها مصامير كده في المفصلات من جوة ممكن تخلعيها فاحنا الثلاث درف اللي فوق دول عملناهم وهم متعلقين كده ما فكناهمش ولا حاجة سهلة خالص وتقدر يتنفيذيها بايدك يعني بكل سهولة ما تقلقيش ففكي الطرف كده من فوق الطرف بس ما تشيريش منه كتير وبعد كده الزائي الطرف من الاول بحيس انه يبقى يدخلي مثلا اتنين سنتي من جوة او او تلاتة سنتي عشان يمسك معاك كويس وبعد كده يعني الزائي الطرف اهو من فوق زي ما انت شايفه وبعد كده شدي بقى الورق بتاعي الستيكر من وراء وفرغي بايدك من فوق يعني مش 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 صعبة ولا حاجة هتقدر يتنفيذيها بكل سهولة يعني زي ما انتو شايفين نشد الورق كده اهو من وراء وبايدك بقى من قدام فرغي الهواء والزاي فرغي والزاي ولو حسيت ان فيه هوا داخل برضو شيري كده هو ساهل بيتشال معاكي مش بيلزق يعني يثبت لا بيتشال بسهولة اهو شيري وفرغي الهواء لو معاكي مسلا حتة قماشة او حتة سفنجة ممكن تمشي بيها على الستيكر كده من فوق بحيس ان انتو يتفرغي الهواء كله والضرفة قيتني بقى الاحرف من هنا ومن هنا ومن فوق ومن تحت قيتني حوالي اثنين تلاتة سنتي كده من جوه عشان يثبت معاكي ومايتخلعش منك يعني اهو الضرفة معايا كده جهزت اهي انا ما حبيتش بقى ادخل الستيكر من جوه قوي كفاية كده يعني مش لازم من جوه بتغليفي بالستيكر يعني كده الدرفة كده حلوة بتزبط كده مزبوط شكله اهو قدامكم سهلة تركبت ما خدتش دقيق تاني يعني وجي الدرفة الدرفة التانية برضو نفس النزام حتزقي من فوق وبعد كده تلفت تشيلي الورقة من جوه اهو بالروحة كده خالص وهو يعني الرول ده حلوته انه هو يعني مش خفيف لأتي ايد كده وما بيتقطعش معاكي بسهولة يعني غير اللي هو الرخيص اللي هو تقريبا اللي الرول كله على بعضه بخمسة وعشرين جيني فيه عند بتاع القدوات المنزلية لا ده خفيف جدا لكن ده المتر بتمانية جنيه بيتباع بالمتر واجي الدرفة التالتة برضو من وهي متعلقة برضو ما فكناهاش عماليها بنفس الطريقة تلزقي من فوق وتقري الورقة بتاعت الستيكر هيلزق معاكي بكل سهولة خالص وفرغي بايدك الهواء يعني مش لازم تبقى حاجة معاكي تفرغي بيها الهواء والجزء اللي من تحت اهو بتاع الدولاب برضو نفس النزام قصينا آآ نفس المقاس بتاعه وبعد كده لزقنا من الطرف وبعد كده آآ برضو غلي في الغاية الاخر اهو زي ما انتو شايفين كده بالشكل ده طبعا شكله في الاخر هيتلعطوح فيها والله يعني هيعجبكم ان شاء الله وما كلفكيش يعني اي حاجة يعني فكرة سهلة وبسيطة خالص زي ما انتم متعوجين معايا مع افكار اعادة تدوير بتسهل علينا يعني في البيت كتير يعني لو انتش مش عايزة تشتري حاجة من بر او الامكانيات ما تسمحش زي اي بيت يعني كل واحد وظروفه فاحنا بنحاول نجدد بافكار بسيطة وبرضو عشان يطهر علينا رمضان كده واحنا نفسياتنا يعني حلوة كده يعني وكل سنة وانتو طيبين كده عملنا التلات دراف اللي فوق اهو مع الجزء اللي هو في الجنب ده زي ما انتم شايفين والجزء اللي من تحت بقى بالشكل ده قدامكم يني نجي بقى للجزء اللي من تحت الجزء اللي من تحت جينا نعمل برضو زي ما عملنا بفوق بس يعني المساحة مش مساعدينة فالدراف اللي تحت دي فكناها فكناها وعملناها وبعد كده ركبناها تاني يعني عملناها بنفس الطريقة برضو عشان كده انا ما صورتهاش يعني. هتشوفوا شكلها في الاخر يعني. فالشكل النهائي بقى قدامنا كده يعني بقى من مطبخ خشب لمطبخ زي ما انتم شايفين كده شكله شيك وراقي. وبرضو اللي على الحيطة ده كان استيكر انا بقى له سنتين برضو بصوا زي ما انتم شايفين بيتغسل وده الجزء اللي من تحت هون. زي ما انتم شايفين بقى كده من فوق من تحت نفس النزوم. آآ فانا يعني عشان كنت عاملة الحيطة استيكر برضو من سنتين فحبيت بقى ايه بقى الماتشنج مع الدولاب مع على الحيطة يعني بقى شكله لزيز. والاكر دي انا بعد ما غسلتها لقيتها قشارت. رحت رشها سبري فجي زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. وعايزت رشيها سبري اسود على حسب زوء اجباع يعني. انا كان عندي موجود في البيت فجي فعشان كده رشيتها فجي. كممكن تترشي اسود كان هيبقى احلى كمان بكتير. يا ربي بقى الفكرة النهاردة بتكون عجابتكم.